احنا تعودنا ان حلقة يوم الاتنين بنسير فيه مهمة من اهم مهمات الحياة وخاصة مع قادة الرأي وخاصة في زر التراجع اللي احنا شايفينه لمجموعة من القيم المهمة اللي بقى الناس القانين بسبب تراجعها و احنا بدين شوية نشتغل بشكل كبير جدا جدا على بناء الانسان و احنا قعدنا نتكلم مدة طويلة على ان ايه الركن الاساسي في بناء الانسان و قلنا ان الركن الاساسي في بناء الانسان هو القيم لان القيم هي الركيزة في مسألة الاخلاق اذا كانت الاخلاق بتتكون من قيم بتتحول الى سلوك من خلال نية وارادة فكنا لازم نتكلم عن القيم واتكلمنا عن منظومة القيم و قلنا ان احنا عندنا قيم تلاتة عليا اللي هي الرحمة و الخير و الجمال و لما درسنا القيم دي و اللي اخدناها من حديث جبريل اللي اسمه ام السنة وجدنا حاجة غريبة اوي ان ال 11 قيمة الفعالة اللي موجودة في حياة الناس الان ما ردهم الى الثلاث قيم دول و ابتدنا نتكلم عن قيمة مهمة جدا وهي قيمة الرحمة فوجدنا مجموعة من القيم ال 11 دولة بينضو تحت قيمة الرحمة فوجدنا قيمة البساطة مع قيمة المحبة و كمان مع قيمة التسامح و جه وقت القيمة الرابعة اللي بتكون قيمة الرحمة و هو الكلام عن قيمة مركزية قيمة لو اختفت يهتز اتزان للانسان بل يفقد انسان اتزانه و هي قيمة كثير ما نتكلم انها متوفرة فينا بس احنا محتاجين ان احنا نرجعها محتاجين ان احنا ندرسها لان القيمة دي لما بتختفي بتضج الذات الانسانية بالصراعات و بيبقى الانسان سهل ان هو يتوحش و سهل ان هو ينخرط في اعباء كثيرة في الحياة قيمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها كلاما واضحا يتكلم عن قيمة التواضع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اجل الناس خلقا و كان اول شيء بيلمحه الانسان في حضرة النبي و بيلمح رحمته كان يلمح فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم التواضع ليه تعريف التعريف بيقول ايه ان الانسان يكون عارف نفسه مش بس يكون عارف نفسه يكون عارف نفسه و بيكون بيحطها في مكانها الطبيعي و يحطها في مكانها الطبيعي وهو بيدن نفسه حكمها الحقيقي لا بيهون منها فتزل ولا بيضخم فيها فتضل الانسان بيكون ساعتها عارف هو مين و يستطيع ان هو يكون فعال في الحياة هو ده التعريف اللي الناس استلحوا عليه انا بحب تعريف تاني شوية ان التواضع ان الانسان يعرف ثلاث حاجات التواضع ان يعرف الانسان واضعه اللي هو خالقه اللي هو انشأه اللي هو وضعه في هذه الارض وهو الله فبدون معرفة الله سبحانه وتعالى مفيش تواضع ان تعرف الله في جلاله و تعرف نفسك في اتقارك ان تعرف الله في جماله و تعرف نفسك في احتياجك الى الله سبحانه وتعالى لكي تكون جميلا و لكي تكون حسنا و ان الاحسان لا يكون الا من تجل الله عليك يبقى يعرف الانسان واضعه و يعرف الانسان واضعيته ان هو مستقبل وجه مولاه مش بس وإن مولاه وضعه في وضعية معينة في الأرض وهو أن يكون له مقاصد فرما ربنا خلق ووضعه في الأرض جعل له وضعية إنه له ثلاث مقاصد العبادة والعمران والتسكين يبقى التواضع أن أنت تعرف أن أنت ليك وظيفة وليك مقصد من خلقك الله سبحانه وتعالى وما خلقته بجنة والإنساء إلا ليعبدون فده جزء من تواضع الإنسان جزء من تواضع الإنسان أنه يعرف هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أنه يعرف أنه موجود للعمران جزء من تواضع الإنسان أنه يعرف ونفسه وما سواءها فألهمها فجوره وتقوى قد أفلح من زكاه ده جزء من التواضع أن يعرف وضعه وأن يعرف وضعيته وأن يعرف موضعه هو فيما أقامه الله فيه يبقى أنت عشان تبقى متواضعا لازم تعرف ما أقامك الله فيه فعشان كده تعرف وهو معكم أينما كنتم فالله سبحانه وتعالى وضعك في هذا فعشان كده التواضع ليس نوع من أنواع تكلف للإنقاس من الزات شفت ناس عايزين يفهموا التواضع فيبتدي يتكلم عن نفسه كلام سلبي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مرضيش للإنسان أنه يحاول بقدر الإمكان أنه يقلم من نفسه أوهين نفسه وليس للمرء أن يزل نفسه ولذلك لازم نفهم أن التواضع أن أنت تفهم حقيقة ذاتك أنا عبد ومن تراب ولكن طلب مني رب الأرباب أن يكون لي سمات وأن أعيش في هذه الدنيا بهذه السمات ولذلك مش هيكون الإنسان متواضع إلا إذا كان بهذا الحال صاحب رسالة وعارف أنه عبد وفي نفس الوقت متقن لعمله ولا يتجاوز هذا العمل وهو ملتزم بهذا العمل فالتواضع أحد أهم سمات المتزينين لأنه بيعمل فائض يتيح للإنسان أنه يطور نفسه مظاهر بقى انخفاض التواضع أن الإنسان يتمركز حول ذاته يشوف الدنيا من خلاله هو بس من كمان بيتراجع التواضع وباللحظه بشدة لما تلاقي الإنسان وسوقي ما عندوش أي احتمال أن يكون أفكاره قابلة للنقاش الحاجة التالتة إنسان بيبقى كمان بيظهر عليه أنه وفاقة قيمة التواضع لما بيعتبر قيمة الإنسان الحقيقية في الكم والوجاهة الحاجة التالتة الحاجة الرابعة اللي بيظهر فيها أن الإنسان فقد لقيمة التواضع هو التقليل من نجاحات الناس آخر حاجة كمان بيظهر فيها أن الإنسان فقد لقيمة التواضع هو أن الإنسان يوصف نفسه بما ليس هو أهله وأن يريد أن يحمد بما لم يفعل وعشان كده لو أردنا إجراءات سريعة تخلينا نرجع للتواضع أن احنا نتعود أن احنا نمدح أولادنا ونمتن لأولادنا ونبتدي بالأقرب إلينا وكمان نمدح الناس وكمان نمدح الناس بماذا؟ باعتدال لما نيجي نوصف أولادنا نوصف أولادنا بأن هم ناس عندهم مميزات بس ما نخلهمش أشطر عيق أشطر تلميس في الدنيا لكن لما نيجي نمدحهم نمدحهم باعتدال ونحسن الحسن كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحسن الحسن ويتغاضع عن القبيح لما نعمل ده ده الإجراء التاني اللي ممكن نعمله مع الناس تالت إجراء بقى أن احنا نتعود أن احنا نعتذر لما نخطئ ورب أولادنا على أن الاعتذار مفتاحه للأنوار لما تعتذر تقدر تشوف الحقيقة وربيهم على ده لأن احنا لربناهم على أن الخطأ كارثة مش ممكن نعترف بيها بتبقى شيء من أسوأ اللي احنا ممكن نعمله رقم أربعة نحترم أولادنا ونعلم أولادنا أننا بنحترمهم بننزلهم منزلتهم ومن أول منزلها بنعلمها لهم أن احنا ممكن نتعلم منه آخر إجراء ممكن نعمله أن احنا نعمل بشكل دوري على خدمة الناس إحنا وأولادنا ونكون الخدمة ديت طالعة من قلوبنا وشايفين فيها أن اللبنا أقامنا في ده